طيب نروح ليه أخبارنا ومن نادي الزمالك محمد صبحي حارس الفريق اللي بينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي رفض اقتراحات بعض الوسطاء والمقربين من مجلس دارة نادي الزمالك بتجديد عقده مع الفريق ومحمد صبحي أبلغ الوسطاء بتوقيعه بالفعل على رغبة للعب لنادي بيرامدز وكذلك الاتفاق على كل الأمور المالية غضب كبير طبعا بطبيعة الحال داخل مجلس دارة الزمالك من الحارس خاصة بسبب تجدد أصابته ومماطلته في فكرة الجلوس لتجديد عقده بسبب رغبته طبعا الواضحة في الانتقال إلى بيرامدز كده 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 يبدو أن العلاقة بين الزمالك وصبحي هي علاقة صعبة من البداية من البداية طيب